نهار جديد مليء بالمحبة والخير والصحة لكم مشاهدين في كل مكان أحييكم من شاشة تيريتي العربية وحلقة جديدة من برنامجكم بيت الدواء أكزا خانة مشاهدين حلقتنا لهذا اليوم مميزة لأننا سنتكلم عن علاج القصر الطبيعي EECB وهي طريقة جديدة في العلاج غير شائعة سوف نسلط عليها الضوء وتعرف أكثر عن هذا الموضوع ابقوا معنا هل تشعرون بألم في الصدر لا يسكنه الدواء؟ أتعانون من تضيق في أوعية القلب الدموية؟ هل أخبركم الطبيب بضرورة إجراء عملية في القلب أو قصطرة؟ ربما يكون علاج القصطرة الطبيعية EECB هو الحل الأمثل لكم ما هي القصطرة الطبيعية EECB؟ هل يمكن لها أن تكون بديلا عن عمليات القلب الجراحية؟ هل تشفي كل أمراض القلب؟ كيف لها أن تشفي مرضا خطيرا كمرض القلب؟ هل تساعد على الوقاية من أمراض القلب؟ وهل لها دور في شفاء أمراض أخرى؟ ستجدون في حلقتنا لهذا اليوم الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يمكنكم توجيه استفساراتكم لضيفتنا في الستوديو الدكتورة جونسيل آفجي شوردوم الأخصائية في أمراض القلب والأوعية الدموية ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الأكارم إذن اليوم سوف نتكلم عن علاج القصر القلبية EECB مع الدكتورة التي جلبت هذه الطريقة إلى تركيا وهي الدكتورة جونسيل شوردوم أخصائية في أمراض القلب والأوعية الدموية صباح الخير لك دكتورة وأهلا وسهلا بك سوف نتكلم اليوم عن علاج القصر الطبيعية EECB والتي تساعد المرضى مرضى القلب في العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة نشاطهم لكن قبل أن نتكلم مشاهدين عن هذه الطريقة سوف نتابع أحد المرضى وهو علي جونجل تاش وهو يعاني من مرض حاد في القلب منذ 11 سنة وأيضا في يعاني من السكري لكن بفضل علاج EECB هو يمارس حياته بشكل طبيعي وكأنه ليس مريض تابعوا معنا مشاهدين كيفية العلاج بهذا الجهاز الذي غير معروف لحد الآن لكن نحن سوف نصلت عليه الضوء ونتكلم عنه بشكل تفصيلي في هذه الحلقة لأنه قد دهمنا في الحلقة السابقة بفضل الاتصالات لذلك ابقوا معنا تابعونا وسوف تعرفوا أكثر عن طريقة هذه العلاج الطبيعية EECB مع دكتورة جونسيل شوردوم تابعونا اسمي علي جونجل تاش أبلغ من العمر سبعون عاما لدي مرض في القلب وأعاني أيضا من مرض السكر منذ عشرين عام تشفت قبل 12 عام سنة 2003 أني مصاب بمرض القلب علمت أنني مصاب متضيق في الأوعية الدموية لدي أربع شرائين متضيقة بدأت تظهر لدي آلام في الصدر والظهر عند المشي وعند صعود الدرج لقد أجريت لي عملية جراحية في القلب لكنني لم أستفد منها أبدا وبدأت أشعر بالآلام تعاودني بعد ثلاثة أشهر فقط من العملية عند متابعتي للتلفاز رأيت بصدفتي علاجي AFCP تعرفت على الدكتورة دونسيل واستعلمت عن طريقة التداوي هذه التي لم أسمع بها من قبل أحسست أنها مقنعة وبدأت بجلسات العلاج قبل 11 عام كان العلاج مؤلفا من 35 ساعة مع نهاية العلاج زالت آلامي وبدأت أخرج من منزلي وأتسوق وأذهب إلى الجامع وأصبح بإمكان المشى لمسافات أطول لم تعاودني أعراض المرض بعد ذلك لعامين كاملين بعد انقضاء العامين بدأت أشعر بالآلام تعاودني من جديد آلام في الصدر وصعوبة عند صعود الدرج فراجعت الطبيبة وبدأت بجلسات العلاج مرة أخرى وتحسنت حالتي إنني أعاني من مرض السكر منذ سنوات طويلة لذا ليس لدي أي حل آخر لعلاج مشكلة القلب التي أعاني منها كما قلت قبل قليل أجريت لي عملية قلب إلا أنني لم أحصل على الفائدة المرجوة لو علمت بهذا العلاج للجأت إليه دون إجراء العملية إنني أتابع منذ 11 عاما العلاج مرة كل 6 أشهر أو مرة كل عام على شكل جلسات من 20 إلى 30 جلسة لا أنتظر أن تعاودني الأعراض قبل أن أشعر بآلام أخضع لطريقة AATP بشكل دوري وبذلك أستطيع ممارسة كل النشاطات اليومية لا أحس بأي آلام عند العلاج أشعر فقط بشعور يشبه المساج لا أكثر من ذلك ولا يفيد العلاج مرض القلب الذي يعاني منه فقط بل إنني أشعر بالقوة والنشاط تعاودني بعد ساعة من الجلسة الواحدة تستمر الجلسة لساعة أو ساعة ونصف أحيانا لا يتعبني المجيء إلى هنا فبفضل علاج AACP هذا عادت إلي صحتي بدون الجلسات لا أستطيع أن أخرج من منزلي كما قلت قبل قليل وربما لم أكن على قيد الحياة لا يمكن مقارنة المال بالصحة إنني أريد أن أعيش دون أن أحتاج إلى أحد فالحياة مع الصحة شيء رائع لقد عادت لي صحتي أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد إذن كما رأينا في التقرير المريض علي جونغيل تاش كما شاهدنا بأنه بصحة جيدة ورغم أنه يعاني من مرض حاتف القلب إلا أن طريقة علاج AACP قد فادته بشكل كبير لنعرف كيف تم علاجه من قبل الدكتورة جونسيل أشوردوم دكتورة هل لك أن تخبرين عن القصرة الطبيعية AACP وكيف لهذه الطريقة التي تشبه المساج أن تشفي أمراض القلب الحادة وخصوصا أنها لا تعتمد على الجراحة كيف يكون تأثيرها؟ نعم سأتكلم عن هذا الموضوع إن هذه طريقة جديدة ومريحة طريقة مريحة وجيدة في علاج أمراض القلب يكفي أن يسترقي المريض على ظهره وتضغط القسم السفلي من المريض يضغط على شكل مساج يضغط ويترك وهذا يحدث تأثير المساج يساعد هذا كما رأيتم على تحسن حالة المريض كما لأيتم أن هذا المريض منذ 11 عاما يداوم على هذا العلاج يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي إن هذا المساج الذي يقوم به للقسم السفلي من الجسم ينشط الدورة الدموية في الجسم ويساعد على توسيع الدموية في الجسم كله جميع من الرأس حتى الأقدمين فتستطيع بذلك جميع أعضاء الجسم أن تقوم بوظائفها بشكل أفضل وأولاً القلب كذلك الدماغ وكل أعضاء الجسم الأخرى تصبح أفضل وهذا وتعالج يمكن معالجتها من جميع الأمراض بفضل هذا إذن دكتورة كيف يتم تطبيقها يعني سيبي ما هي مدتها كم ساعة يحتاج المريض كم جلسة يحتاج لكي يصل إلى الشفاء نعم كما رأيتم إن تطبيق كما رأيناه معنا في الفيديو نضع ما يشبه الضماضات على القسم السفلي من المريض تنتفق هذه الضماضات بهواء المضغوط ثم يخرج الهواء أي هذا يحدث تأثير الضغط والارتخاء الضغط والارتخاء على القسم السفلي من المريض وهذا بشكل يتناسب مع نبضات قلبه إذا كان القلب يدق سبعين مرة في الدقيقة فإن هذا الجهاز يضغط سبعين مرة في الدقيقة فنحن نقيس ضربات القلب بواسطة جهاز موصول على القلب نقيس عدد الدقاء ولمدة ساعة كاملة يبقى المريض على هذه الحالة إذا كان يستمر العلاج لساعة كاملة إذا كان هناك مرضى يأتون من أماكن بعيدة أو من أوتلات أو فنادق فيمكن أن يستمر العلاج لساعتين نطيل فترة العلاج للأشخاص الذين لا يستطيعون المجيء بشكل كثير وهو أن هذا العلاج يعتمد على الجلسات نقوم بجلسات وتكون هذه الجلسات بحسب حالة أن يحتاج المريض للشفاء مثلا إن كل مريض له احتياجه يختلف إلى عدد الجلسات وحسب حالته المرضية ومقدار حدة المرض وشدته إذا كان يعاني من تضيق كبير في قلبه فإذا لم يكن يعاني من مرض كبير أو تضيق كبير في الأوعية الدموية عندها يكفيهم سلاسين مرة ويمكن أن يبقوا سلاسة أعوام جيدين ولا يحتاجون إلى جلسات أخرى إذا في حالة لم يكن المرض متطور أو خطير ولكن إذا كان هناك عدد كبير من الأوعية الدموية متضيقة في القلب لكي يحصل هؤلاء المرضى على نتيجة أفضل فيجب أن كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر القيام بجلسات 20 أو 30 جلسة أي أن هذا يتوقف على حالة البرض وألامه إذن دكتورة ما هي أمراض القلب التي تعالج بالقسطرة الطبيعية AACP أنا طبيبة قلب أقوم بعلاج المرضى بهذه الطريقة منذ 12 عاما وقمت بعلاج 500 مريض أكثر أم أكثر المرضى هم مرضى القلب ولكن هناك مرضى يعانون من شكوى من أمراض أخرى أكثر أمراض القلب التي يفيدها الجهاز هو مرض القلب التاجي أي الأوعية الدموية أو الشرين التي تغذي القلب عندما يصيبها تصلب وتضيق في أماكن مختلفة منها عندها وهذا المرض هو من أشياء أمراض القلب في العالم وفي تركيا أيضا وهو أصبحت الأمراض القلب الأخرى أمراض الصمامات وغيرها ليست شائعة كهذا المرض إن هذا إن مرض القلب هذا يكون أفضل يحصل على نتائج جيدة الدكتورة كيف تشعرين بتحسن المريض يعني بطريقة علاج الـ ECB كيف تقررين أن هذا المريض قد شفيه تماما نعم الآن إن كان المريض لديه أعراض تؤثر على حياته اليومية بسبب مرضه في القلب فعندما يبدأ بالعلاج لدينا فإنه يتخلص بشكل متدرج من هذه الأعراض وإذا كان نشعر من المريض أولا إذا كان المريض يقول لنا عن التحسنات التي يشعر بها إذا كان يعالج فإن حالات تضيق أشهرين تؤدي إلى آلام في الصدر خصوصا عندما يعمل القلب ويصعد كأن يصعد الدرج أو يمشي كثيرا فيبقى القلب لا يتغزل بالدم بشكل كافي فيبدأ آلام في الصدر وينتشر إلى الرقبة وإلى اليد اليسرى عندما يرتاح المريض تذهب هذه الأعراض إذا كان المريض قد عانى من أزمة قلبية في السابق أو أن لديه بداية لمرض فشل القلب فعندها يبدأ لديه تضيق في النفس خصوصا عند الصعود لا يستطيع الاستلقاء لا يستطيع النوم يبقى صحيا حتى الصباح إذا خلال الـ 12 الماضية أتعني كثير من المرضى الذين يعانون من شك وحاد بعضهم لا يستطيع أبدا النوم في الليل ويبقون يلهسون حتى الصباح وهذه الأولى المرضى نقذهم للعلاج ونساعدهم بعد الجلسات الأولى والثانية يقولون لنا إننا نرتاح جدا إننا منذ أشهر إن المرضى هم الذين يخبروننا عن تحسن يعني تظهر النتائج بشكل فوري دكتورة يعني كما تقولين أنا يعني الذين يعانون من ضرق النفس ربما بعد الساعة الأولى قد يظهر تحسن إن أكبر دليل على أن التحسن مثلا كالمرضى الذين يعانون من انتفاق في أقدامهم فأولا نقول للمريض قبل أن يستلقي للعلاج أن يذهب إلى الحمام ويفرغ المسانع ثم نلبسه الجهاز أو الضمادات وبعد 15 دقيقة يطلب المريض مرة ثانية الذهاب إلى الحمام لأن هذا المساج سوف نكمل دكتورة في طريقة العلاج وفي هذه التفاصيل لأنه جدا مهم وأنا سعيدة جدا أنه عم نحكي عن هذا الجهاز المهم لكن دعينا ننتقل سويا إلى أسئلة الشارع وأسئلة الناس لنشاهد معنا عندي ألم في منطقة الصدر خصوصا عند الشهيق ما أدري ممكن أن يكون عندي مشكلة أو أمراض في القلب أنا بحس بوجعة بقلبي وقت بتعرض لضغط نفسي أو شي دايقني شو حل هل مشكلة وشو أسبابها؟ عندي الشنوجات في قسم اليسار من ناح قلبي وصدري ورقبتي فحصات قلبي سليمة بس ما عم بعرف من شو المشته نتشكر الناس على أسئلتهم وطبعا رح نجاوبهم سؤال سؤال أول سؤال دكتوري الناس حابوا يسألوك شخص عم بيقول أنه أنا أعاني من ألم في منطقة القلب فقط عند تعرضي للضغوط النفسية ما هو سبب المشكلة؟ وما هي الحل؟ إن الصعوبة عندما يتعرض لضغط نفسي عندما يتعرض لمشاكل نفسية يصبح لديها إذا كان متى يعاني المريض من ضغط النفس هذا الأمر هام جدا في تحديد مرضه إذا كان يصعد أو على الدرج فهذا يدل على مرض القلب أو على مرض الرئة يجب أن يذهب إلى الطبيب ليحدد ذلك إذا كان القلب ربما يكون السبب هو فشل القلب ويجب مراجعة الطبيب هنا إذا قال الطبيب القلب أنه لا يوجد أي مرض في القلب دعينا دكتور أن أخذ هذا الاتصال نوار من سوريا تفضل مرحبا يعطيك العافية الله يعافيك يا رب أهلا تفضل حبيب أسان الدكتور أنا واردتي من سنتين تعريبا عملت عملية قلب وحطوله دعامات بس الله الوجع عم يرجع عم يزيد كمان فهذا الجهاز بفيدة أو لا ودي سؤالتني أنه هالجهاز بيأثر شي على ضغط القلب بيأثر؟ بيرفعه على ضغط القلب ضغط القلب أتشكركم كثير على البرنامج أنا جد مواضيع كثير مهم منك اليوم شكرا 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 يا نوار شكرا على متابعتك واتصالك وعليها العافية للوالدي إن شاء الله شكرا 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 لك عم يسأل المتصل أنه والدته من سنتين قامت بعملية القلب ويعني يسأل بأنه هي وضع الدعامات هل هذا الجهاز قد يفيدها؟ يعني هل يفيدها في التداوي؟ نعم لأن الوجع لا يزال مستمر يعني هي قامت بالعملية من سنتين ولديها دعامات في القلب لكن الوجع مستمر فهل هذا الجهاز يفيدها في هذه الحالة؟ وأيضا يسأل إذا كان هذا الجهاز يؤثر على ضغط القلب إن هذا العلاج يفيد المرضى تماما هؤلاء المرضى تحديدا الذين أجريت لهم عملية في القلب وبعد فترة من الزمن بدأت لديهم أعراض أو نفس الشكوى وليس بالإمكان إجراء عملية أخرى لديهم هؤلاء هم المرضى الأكثر الذين توجه لهم هذا العلاج بالدرجة الأولى ويمكن أن تستفيدها إذن قال له الأنوار بفيد والدتك هذا العلاج سواء نرجع لأسئلة الناس والشارع دكتورة سأل شخص أنه بدي أسأل عندي تشنج وألم في الجهة اليسرى من الجسم يعني الرقبة، الذراع، الصدر، الكتف على شكل فترات وعمل فحوصات للقلب طلعت سليمة عم يسأل شو ممكن يكون معي؟ بدي أسأل هذا الشيء إن إذا كان هذا المريض قد فحص قلبه وليس لديه أي مشكلة في قلبه يجب أن يذهب إلى اختصاصي في العلاج الفيزيائي إذا كان يجلس في فترة طويلة وينظر إلى الكمبيوتر كثيرا فأحتمال أن تحدث مشكلة في عضلات رقبته التدريبات الرئاضية هي أفضل حل لأنها تحرك الجسم وهي التي تساعدنا على نيل صحتنا لكننا مع الأسف بشكل عام نحن مجتمع لا يلعب الرياضة يجب القيام بالرياضة بشكل منتظم إذا كان هناك مشكلة في عضلات الرقبة فيمكن تدريبات الخاصة للرقبة أن تفيد فإذا كان المريض ليس لديه أي مشكلة فيه وهل يفيد هذا الجهاز يعني هذه الأعراض التي تظهر منها قد يفيده العلاج بالـ AACP كما قلت إذا لم يكن إن هذا العلاج يساعد لجميع أمراض أو ألام الجسم كألام المفاصل ويساعد على تغذية جميع الأعراض وهو يفيد حتى تساقط الشعر ويمنع الشيخوخة يؤخر الشيخوخة يفيد كثيرا في كثير من الجوانب إذا كان المريض شابا ويمكنه القيام بثمرين رياضية فعندها يمكن له أن يصبح أفضل لا يمكن أن نجبره أن يقوم بهذا الجهاز الخمسة يمكن أيضا أن يقوم بهذا الجهاز الخمسة السؤال الأخير يقول بأنه لديه ألم في الصدر عند الشهيق هل من الممكن أن يكون لديه مشاكل في القلب؟ عندما نأخذ نتنفس فإذا نشعر بألم فإذا كنا نعنى من ضغط نفسي وقلة نوم وتوتر فإن هذا كله يمكن ربطه بالتوتر أما إذا لم يكن هناك أي سبب يحس الإنسان بألم في وجع في ألم في ظهره فإنه عندما يتنفس فربما قد يكون مرض يتعلق بالرئة ويفضل مراجعة الطبيب الإختصاصي في ذلك في أمراض الصدر فإن مرض الصدر يحدث عند أخذ النفس فإن الأمر يتعلق بأمراض الصدرية أما إذا كان عند صعود الدرجة يحدث فهو يجب أن يذهب إلى مرض نعود إلى أسئلة إلى الطبيب الأخصائف القلب دكتورة متى تخضعون المريض إلى طريقة التداوي بالقصطر الطبيعية هل في المراحل الأولى من المرض أم في المراحل المتقدمة يمكن القول إن الحالات المتقدمة المتطورة جدا من أمراض القلب الذين أجريت لهم عمليات قصطرة أو أجريت لهم عمليات في قلب ووضعت لهم دعامات في قلبهم إذا حدثت لديهم تضيق مرة أخرى في الأوعية الدموية وعادت إليهم أعراض المرض عدم قدرة على المشي التعب عند الصعود وألم عند بذل أبسط جهود كارتداء الملابس فهؤلاء الأشخاص لا يمكن عمل عملية قلب لديهم لمرة أخرى ولا يمكن وضع بالون أو دعامات لديهم مرة أخرى فإن هذا التداوي يفيدهم جدا والمجموعة الأخرى الذين لديهم مرض أيضا حالة متطورة من مرض القلب لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل كافي هؤلاء المرضى أيضا يمكن أن يستفيدوا من طريقة علاجنا هذه فهم قد يحتاجون إلى نقل القلب في بعض الحالات أو أنهم يحتاجون إذا وضع صمامات إصطناعية هذه كلها عمليات صعبة وخطيرة ولها أيضا مخاطر أثناء إجرائها وبحاجة إلى متابعة دائمة بعدها أي أن هذه الطرق العلاج تصعب حياة الإنسان كثيرا حتى أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب يمكن أن يرتاحوا في هذا العلاج وتتحسن قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية وحياتهم ولكن إذا لم يكن المرض متقدم إلى هذه المرحلة وقمنا بالعلاج فإننا يمكن أن نمنع أو نحد من تطور المرض فإنه يوسع الأوعية الدموية ويغني شبكات الأوعية الدموية الدقيقة في القلب ويمنع يقي من حدوث تصلب الأوعية الدموية وهو مرض العاصر يحدث في الدماغ وفي القلب هذا العلاج يمنع هذا المرض له دور كبير في القويقاية منهم دعيني أفهم من كلامك بأن الأشخاص الذين خضعوا إلى عملية قسطرة جراحية يمكن أن تفيدهم طريقة AACP القسطرة الطبيعية بالطبع يمكن سأكمل إذا كان المريض له عوامل الخطر ويمكن أن يصاب بمرض القلب كان يكون أحد أقاربه من الدرجة كالأم أو الأخ لهم أجروا أرجع لهم عملية قسطرة هل تسمحين لأن أقاطعك دكتورة سوف أخذ هذا الاتصال رشا من إسطنبول تفضل يا رشا السلام عليكم وعليكم السلام يعطيكم العافية شكراً كثير للبرنامج وشكراً لألكون على الأحيار الحل اللي عمت أدموها شكراً شكراً لمتابعتكم نسعد دائماً باتصالاتكم شكراً كثير لسمحتي بس عندي سؤال للدكتورة تفضلي أنا عندي ابن عمي عنده سقب ولد ولادي عنده سقب في القلب فبدي أسأل أنه هذا الجهاز بيساعده ولا لا عنده سقب في القلب أدي عمره هلأ هلأ حالياً عمره عشر سنين عشر سنين وهل عميد داوة هلأ مسلاً أجرى له أي عملية لا يعني هو هلأ حالياً متعالج ولكن يعني لم يجرى لها عملية لا تمام شكراً لأتصالك يا رشا وعلي العافية شكراً شكراً كثير شكراً لك دكتورة المتصل لرشا تقول بأن أحد أقريبائها منذ الولادة الآن يعني هو طفل عمره عشر سنين منذ الولادة لديه ثقب في القلب وهو يتداوى لكن تريد أن تعرف هل طريقة القصر الطبيعية قد تفيده في العلاج؟ كلا لا تفيده سأشرح ذلك أن الأشخاص الذين يعانون منذ الولادة بمرض في القلب أو ثقب في القلب يجب أن يرهم الطبيب الاختصاصي بأمراض القلب لدى الأطفال قد ينغلق هذا الثقب مع نمو الطفل إن لم يغلق من تلقاء ذاته يمكن إغلاقه بشكل آخر إن هؤلاء المرضى الذين لديهم مرض منذ ولادتهم في القلب لا يفيدهم نتمنى له الشفاء نتمنى له شفاء أكيد فإن هذا العلاج علاج يفيد أكثر الأشخاص في الأعمار المتقدمة وبعض الأحيان الشباب أيضا يفيد في في علاج أمراض القلب التي تسبب تصنب الشراء سأقول شيئا سأتمنى ما كنت قد بدأته قبل قليل هل متى يفيد هذا العلاج في أي مرحلة من مراحل المرض إنه يفيد في مراحل متقدمة من أمراض القلب ويفيد أيضا في حالات أخرى مثل حالات سوف نتابع دكتورة لكن دعينا ننتقل سويا إلى هذا الخبر الصحي مشاهدين سيصبح التليفون والتليفون النقال وسيلة لمكفوفي البصر لكي يعرفوا الاتجاهات ويتنقلوا بحرية كيف تابعوا هذا الخبر طورت جامعة دوملو بنار في مدينة كوتاهيا غرب تركيا نظاما خاصا للمكفوفين يساعدهم على التنقل بحرية يمكن تحميل هذا النظام الجديد على أجهزة الهواتف النقالة ويعطيهم معلومات في الوجهة التي يجب أن يسلكوها مما يمنحهم آلية الحركة بحرية بفضل النظام الجديد يمكن لفاقدي البصر الحصول على معلومات عما يوجد في محيطهم كالأبنية القائمة على جانبيهم وأوضح القائمون على الاختراع أنه يوجد دراسات حول أنظمة متشابهة إلا أنها غير قابلة للاستعمال في الهواتف المحمولة وبيّنوا أن جامعة دوملو بنار التي أجروا فيها البحثة هي الأولى في طرح استخدام من نظام على أجهزة الجوالات بإمكان كل المكفوفين الاستفادة من نظام تحديد الجهات هذا وقد بدأ طلاب من الجامعة المذكورة استخدامه للتنقل في أرجائها عدنا إليكم مشاهدين لاستكمال موضوعنا عن هذه الطريقة الجديدة القسطرة الطبيعية دكتورة كنت سألتك أنت كطبيبة عندما تعالجين كيف تقررين أن هذا المريض قد شفيا يعني انتهى علاجه الآن نعم عندما نقوم بهذا العلاج نعرف مقدار تحسن المريض عندما نفهم من المريض أن أعراضه أو ألمه بدأت تزول نقوم أيضا إلى جانب ذلك باختبارات أخرى وبعد أن تتم جلسات العلاج التي يبلغ عددها 30 ثم نقوم أيضا بالاختبارات مرة أخرى ونقارن الاختبارات قبل العلاج وبعده إذا كان نقوم مثلا بعلاج الجهد باختبار الجهد هذا الاختبار يقص عدد الدقائق التي يستطيع المريض أن يمشيها وكم يستطيع هذا قبل العلاج ربما لا يستطيع لأكثر من دقيقتين أو ثلاثة ثم يشعر بألم في صدره ويتوقف ولكن بعد العلاج فيستطيع أن يمشي بسرعة لـ 7 أو 8 دقائق دون ألم هذا دليل كذلك ننظر إلى نفحص القلب ونجد كم تدفق الدم فيه فنصور القلب قبل التداوي وبعده كذلك نرى إذا رأينا أنه أصبح يتغذى بشكل أفضل بالدم فعندها نعرف مقدار تحسن المريض وكذلك قد يستغني المريض عن بعض الأدوية أو العلاجات التي يستخدمها كذلك التورب الأقدام الذي كان يعاني به يتوقف أو يقل وسرعة ازدياد الوزنتي تقل تمام جميل دكتورة هل تفيد القصرة الطبيعية دكتورة للمرضى الذين قد أجريت لهم عمليات قصرة سابقة؟ نعم إنها تفيد كما سأل المريض قبل قليل مثلا بعد قيام بعملية القصرة وظهور أعراض مرة أخرى يمكن أن يستفيدوا كذلك إذا كان المريض يعاني من رفع الأوعية الدموية له فحتى لو أجريت له عمليات قصرة فإنها لا تبقى مفتوحة كثيرا كالمريض الذي رأيناه معا في الفيديو فكمرضى السكر أو النساء الذين يعانون من أمراض القلب التاجية فحتى لو أجريت لهم عمليات قصرة قد تعود وتنسى الأوعية الدموية لديهم وأشرين لديهم وكذلك إذا قبل أن تحدث انسدادات أو تضيقات إذا قاموا بالعلاج أو بالتداوي في الـ فعندها سيكون هذا أفضل فإن هذا يساعدهم لفترة طويلة على البقاء متحسين أي أنها يمكن أن تقوم إذن دكتورة هل لا تفيد عمليات القصرة الطبيعية أي أمراض أخرى غير أمراض القلب إن أمراض الأخرى غير أمراض القلب يمكن أيضا أن تتحسن بواسطة هذه الطريقة مثلا أمراض القلب الأمراض التي تتعلق بعدم تغذية مناطق في الدماغ إذا كان هناك ليس نزف ولكن إذا كان هناك أي جلطة قد تحدث فالج فهو يفيد هذه الحالة يساعد على عدم الإصابة بالفالج كذلك في العين أو الأذن إذا كان ممكن أن يحدث أي عمى مفاجئ أو عمى أو صمم مفاجئ يقي من هذه الأمراض كذلك يفيد في تنشيط الدورة الدموية في الدماغ يقي من الزهايمر ويقوي الزاكرة كذلك يساعد في تقوية القطرة الجنسية لدى الرجال فهو يوسع الأوعية الدموية ويزيد التوسيع في الأعضاء لدى الزكور كل هذه الأمراض أيضا تستفيد وخارج ذلك فإنه يفيد في الإحساس في الشباب ويفيد قدرة الرياضيين على تأدية الرياضة لفترة أطول بحيث لا يمكنهم القيام لهذا التداوي بعض الرياضيين يقومون به قبل المباريات لأنه يزيد من قدرتهم على الأداء وعلى اللعب بشكل أفضل سأقول ليس فقط بعد عمليات القسطرة أو عمليات القلب يمكن أيضا أن بعد وضع دعامات أو بالونات في القلب أيضا يمكن الاستفادة دكتورة بما أن هذا الجهاز يعني جديد وليس يعني كل الناس تعرفه هل مثلا عندما يأتي المريض يعني هل يخاف من استخدامه هل مثلا أتى شخص وقام بجلسة واحدة فقط ثم لم يعود هل يشعر بألم أثناء الجلسة؟ كلا لم يحدث هذا أبدا كل المرضى يأتون ويكونون ممتنين من هذا التداوي لكنه ليس موجود في جميع المشافئ لو فكرنا أن القلب هو أكثر عضو هام في الجسم فإن العمليات القلب وغرف العمليات وغرف العناية المكثفة أصبحت هي تطرز من علاج أمراض القلب وإذا لم يكن قد يشعر المريض أن يجب أن يقوم بعملية قلب ليتخلص من مرضه ويوجد استثمارات كبيرة في هذا المجال وبعد هذه الاستثمارات الكبيرة يجب خدمة المرضى إن هذا علاج إن علاجنا هو علاج دكتورة أنا دهمني الوقت أريد أن أسألك سؤال الأخير قبل أن أنهي هل جربت هذا الجهاز؟ بالضبع جربته عندما أكون متعبة وأجلس ساعة أحيانا أبقى أعمل إن شاء الله الصحة دائما لك دكتورة جونسيل شردوم أشكرك على حضورك نورتنا اليوم شكرا لهذه المعلومات التي قدمت لها أشكرك دكتورة جونسيل شردوم أنا أشكرك أيضا مشاهدين فقراتنا الرياضية لا تقول بأن ليس لدينا وقت لممارسة الرياضة في الرياضة ليست فقط لتخفيف الوزن أيضا تحمي من مخاطر أمراض القلب ليس لديكم حجة هيا بنا لنشاهد الرياضة ونمارسها القريس من النباتات العشبية الطبية يدخل في تركيب الكثير من الأدوية تغطي أوراقه شعرات إبرية تلسع عند ملامستها وتحدث تهيوجا مؤقتا للجلد ندعو كل النساء اللواتي يريدنا إيجاد حل طبيعي بديلا عن الشامبو وكل الذين يعانون من مشكلات تساقط الشعر لمتابعتنا كيف نستخدم عشبة القريس المفيدة؟ ما هي الأمراض التي يساهم في تسكينها وعلاجها؟ تابعوا معنا زاوية وصفة طبيعية في بيت الدواء مع أمل الحكيم سنحضر اليوم في الاستوديو شامبو من مواد طبيعية خالصة ولوسيونا يفيد في منع تساقط الشعر كبديلا عن المستحطرات التي تحتوي على مواد كيميائية لا تفوت وصفة طبيعية مع أمل الحكيم بعد قليل ابقوا معنا يجد الكثيرون صعوبة في ممارسة الرياضة وربما يقدمون الكثير من الذرائع لكي لا يستيقظوا في الصباح الباكر ويمارسوا تمارين رياضية لأن هذا يبدو صعبا عليهم إلا أن عدم ممارسة الرياضة أمر يضر بالصحة ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب كل أنظمة الجسم ووظائفه تضعف لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة إلا أن أكثر ما يناله الضرر هو نظام القلب والأوعية الدموية وتعد الأزمات القلبية من أهم أسباب الوفاة في العالم لدى النساء والرجال قلة الحركة تؤدي إلى حدوث أمراض القلب التاجية ومرض السكري والبدانة والضغط العالي وتزيد الكوليسترول السيئة في الجسم وكذلك تؤدي إلى الإصابة بحالة مقاومة الأنسولين عدم ممارسة الرياضة يؤدي أيضا إلى الإصابة بآلام الظهر والعمود الفقري كل هذا يدفعنا إلى إعادة النظر في ضرورة إدخال الرياضة إلى جدولنا وجعلها جزءا من حياتنا اليومية أهلا وسهلا بكم مشاهدينا اليوم بفقارتنا رح نحكي عن عشبة القرس أو كما تسمى بالتركي إسرقان أوتو رح نعرف عن فوائدها واستخداماتها مع خبيرة الأعشاب أمل الحكيم صباح الخير إليك أمل هانم صباح الخير أهلا وسهلا بك أهلا اليوم سوف نتحدث عن عشبة القرس أو إسرقان أوتو كما تسموها في التركي حدثيني بداية شو محضرتنا لليوم سنرى اليوم معنا نبتة القرس ونحضر منها شامبوان طبيعي وكذلك لمشكلة تساقط الشعر سنحضر لسيونا يساعد على منع تساقط الشعر سنبدأ سوف نحضر شامبو ولسيون بداية سوف نبدأ مع الشامبو نعم قمنا قبل قليل بتحضير منقوع من القرس نستخدم نصف لتر من الماء يفضل أن يكون ماء معدني لأنه يحتوي على معادن وعلى مواد مفيدة نغلي 500 غرام من المياه المعدنية ونضع فيها قبضة صغيرة من القرس ونتركها لفترة ثم نقوم ببشر صابونة طبيعية نضعها فوق الخليط إذا لأعيد معك سيدة أمل هنا 5 غرام من مادة القرس أو إسرقان أتوا مع خمسة لتر من الماء كنا قد وضعناهم سويا ثم الآن قليلا من صابون الزيتون نعم نصف طالب من الصابون الطبيعي تمام ثم نضع فوقه فيتامين A ويوجد هذا الفيتامين أيضا عند العطارين لقد اشتريته هنا من الصيدلية فيتامين أي يغذي جذور الشعر ويمنع تساقط الشعر ويجدد خلايا إننا هذا الشامبون الزيت سنقوم به فعال وجهد فيتامين أي ممكن أن نأخذه من العطارين أو الصيدلية نعم يمكن أيضا نحصل عليه من العطارين ومن الصيدليات نضعه نقام 2 ملي فوق الخليط ونضع فوق زيت اللافانتا فاللافانتا لها تأثير في منع تساقط الشعر ورائحة جميلة حوالي 8 إلى 9 نقاط كذلك سنضع زيت آخر يغذي الشعر ويعطيه نعومة نضع بمقدار ملعقة متوسطة من زيت اللوز زيت اللوز يعطي نعومة كالبلسم يعني نعم نخلطها بشكل جيد ونضعها ثم نفرغها في قنينة إذن هذا هو شامبو القرس أو شامبو السرقان أوتو نعم شامبو القرس لماذا فضلنا هذه النبدة بالذات؟ لأن لها دور في منع تساقط الشعر رغم أنه غير مؤكدة ولكن الدراسات التي جرت بهذا الخصوص تؤكد ذلك هذا الشامبو يجب أن يبقى بعد المدة 24 ساعة وبعد يوم كامل نستخدمه يعني بعد يوم كامل ممكن استخدامه يمكن استخدامه بعد 24 ساعة وإذا بقي خارج البراد يمكن استعماله خلال أسبوع واحد وإذا بقي في البراد يمكن تطول فترة حظه إلى أسبوعين الآن سوف نحضر اللوسيون الآن سنحضر اللوسيون لمنع تساقط الشعر بحاجة إلى قنينة فارغة نضع فيها بعض كمشة سغيرة من القرس ونضع فوقها نعم منع تساقط الشعر له هذا التأثير نضع قليلا من القرس وإذا كان يوجد لدينا مشكلة القشرة فيمكن إضافة ملح البحري وعلى هذا الخليط نضع زيت الزيتون بشكل أن يغطي الموجود بعد إضافة زيت الزيتون نغلق الوعاء ونخلطه يبقى لمدة أسبوعين يجب أن يتخمر لأنه يوجد المواد موجودة في القرس وفي حبة البركة يجب أن تخرج المواد الفعالة يجب أن تظهر بعد ذلك نقوم بتصفيتها ونضعها على شعرنا على شكل المساج أمل هانم حكي لي هلأ أكثر عن فوائد القرس أو إسرقان أوتو يفيد نبات القرس في الأمراض الروماتيزمة وكذلك لمرض النقرس وهو يساعد على الإدرار ويزيد حليب الأم يوجد في أوراق الخضراء أو بار صغيرة واخذة تحتوي على مواد عندما يخزنا هذا النبات فنحن في الحقيقة نستفيد لأنها يزيل الألام الروماتيزمية وهناك بعض الأدوية الموجودة في السوق تحتوي على نفس المواد الموجودة في نبتة القرس كذلك يوجد فيه مادة الفورميك أسيد وتستعمل في المنتجات الزراعية لإبعاد الحشرات عن النباتات فيمكن وضعها في الماء ويمكن أن نسقي أزهارنا بهذا الماء بعد أن يبقى لمدة ليلة كاملة تبقى أوراق القرس في الماء وهذا يفيد في إبعاد الحشرات عنها يمكن تناول شاي القرس بشكل داعم للأدوية التي يصفها الطبيب فهو يساعد على التخلص من أمراض المعندة ويخلص من أمراض الروماتيزم يحتوي على الكثير من المعادن هل ممكن استخدامه في الصلاطات كونه ورق أخضر لكنه يسبب بعض الحق يمكن طبعاً يمكن استخدامه في الصلاطات يمكن استخدامه كطعام يخلص من حبوب الشباب يمكن أن يأكل عندما يأكل فهو تكثر فوائده كذلك يمكن شرب شاي القرس يفيد الربو ويفيد الأشخاص الذين لهم حساسية من الغبار يمكن استخدامه لمدة عشرة أيام يوم فنجان في كل يوم نحصل على فوائد كبيرة منه في هذه الحالة ومن المفيد أن أذكر هنا أنه يجب عدم تناول أي شاي من الأعشاب لمدة طويلة لأنه يجب أن نستريح من هذا الشاي لأن هناك عودة في يومنا هذا إلى الحياة الطبيعية وإلى الأعشاب أصبح تنكى الأبحاث تدور حول الأعشاب لقد بدأنا في ذلك متأخرين ولكن في أوروبا حدث ذلك منذ فترة بعيدة ففي ألمانيا في كلية الطب في أقسام تتكلم عن الأعشاب ثمانين بالمئة من الراشتات الأدوية أو وصفات الطبيب هي من الأدوية المحضرة من الأعشاب ولكن نحن نقول أنه يمكن شربه إلى هذا جانب الأدوية إن شاء الله أكيد اليوم مثل ما حظرنا شامبو القرس وأيضاً الزيت الذي يساعدنا على تخلص من تساقط الشعر بدأت شكرك خبيرة الأعشاب أمل الحكيم على هالنفت اللي عرفتنا عنها لليوم شكراً جزيلاً مشاهدينا إلى هنا تكون حلقتنا قد انتهت أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم قدمنا لكم فيها الفائدة والمتعة تابعونا دائماً في مواضيع صحية وطبية وجمالية جديدة طبعاً على شاشة تيري تي وبرنامجكم بيت الدواء أكزخانة أتمنى لكم نهاراً سعيداً إلى اللقاء في أمان الله أخبرنا لكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة